زيارة لها توقيت خاص توقيت حساس عن مستوى الخارجي والداخلي كيف يضح في سياقها العام نعم مرحب الجميع أيضا المستمعين والمشاهدين يعني هذه الزيارة مهمة لأن هناك تحولات كثيرة في العالم في المنطقة شرق الأوسط في حوالي يعني في أوكرانيا في سوريا في يعني من كورونا إلى آخر في تحولات كثيرة وأمريكا حليف تركيا للأسف تتمنها للعدو يعني للخاسب مع الأسف وهي تدعم البكيكي وتجعل صعوبات على تركيا وتركيا تحاول أن تناور أن تقنعهم يعني لكي لا يضر تركيا لكن هم مصررين على سياستهم لأنهم يعرى أنهم هو العظمى يفرض كل شيء وتركيا ترفض ذلك ولا تقبل ولا أيضا أسبحت تركيا أسبحت مستقلة في في السنوات الأخيرة بالديمقراطية بأيضا قيادة بأيضا دفاع يعني أسلحة دفاعية إلى آخر مسيرات إلى آخر وأسبحت يعني تابع من مستقل أكثر وهذا يزعج أموما الغرب لكن أمريكا أيضا وفي هذه الشروط تركيا تحاول أن تتوسط بين روسيا وأوكرانيا وأيضا يعني تأخذ مواقف مختلفة في سوريا في ليبيا في قرباغ إلى آخر منفة ساخنة حقيقة يحتاج نقاشها مع أمريكا لأنه لأنها موجودة في الشرق الأوسط وأيضا أموما يعني مشتائما لكن أموما اتجاه معاكس مع تركيا وهذا في بعض التفاهمات طبعا بعد حرب أوكرانيا لأنهم يحتاجوا إلى إلى تركيا لأنها أيضا حلف 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 نيتو وهذا ممكن في بعض التفاهمات مع يعني طائرات F-16 وبعض الأشياء طبعا يعني هناك ملفات كثيرة باختصار للنقاش دكتور أحمد دكتور أحمد هذه الزيارة أيضا تتزامن مع محاكمة وجلسات قضائية في الولايات التحدة الأمريكية في علاقة بمصر الخلق وأحد الرجال أعمال الأتراك الهاربين هل هذه الزيارة ممكن تتناول هذه القضية ولها ارتباط بها لأنها مسألة مهمة ومسكوت عنها أحيانا في العلاقات بين الولايات التحدة الأمريكية وتركيا طبعا تركيا تقول لأمريكا هذا محاكمة سياسية وأيضا يعني نحن نعرف من وراءه وتركيا لم تنتهك الأقوبات على إيران يعني هم عملوا لم يعملوا بالدولار عملوا بعض الذهب والمعادن الأخرى يعني وأيضا يعني تركيا تعترف وأيضا يعني تلبي شروط الأقوبات بالنسبة للدولار على أي دولة يعني حتى مع روسيا في كل حال تركيا تصير أن ترفع أو تلغي هذا القضية هذه القضية وهذه مسيسة وغضايا أخرى يعني ونحتاج إلى تفاهم أكثر وأيضا تعاون أكثر من أمريكا بدلا من العقاب كما نتذكر يعني أمريكا أخذت موقف سلبي بعد الربيع العربي يعني هم حاولوا أن يعاقب تركيا بدعمها لمتطلبات الشعوب العربية وحاولوا أن يعاقب بدعم البيكيكي هم جابوا داعش وأيضا يعني أيضا سمحوا بقاء النظام الأسد ويعني بلانيون طبعا حتى هم يعني محميون من طرف أمريكا وهم يعني لما تركيا تقول لازم ترجع هذا الرجل وتأمل أن نحتاج محاكمته هم يعني يقولوا شروط غير مقلانية ويعني تركيا تحتاج تعاون والتفاهم أكثر ممكن في نافذة نافذة الأمل دكتور رحمة في إشارة للتعاون والتفاهم هناك فيتو أمريكي تقريبا حول العملية البرية في جمال سوريا هل يستطيع الوزير الخارجية التركي أن يقنع الولايات تحدة الأمريكية بضرورة الذهاب لهذه العملية ويعني أرغم كل التحافظات القادرة أن تقنع ثم تذهب للعملية دون حتى التحافظات نعم تركيا يعني تريد إلقاء هذا الخطر من أراضي السورية الخطر البيكا كي بواي دي أو تسمية أخرى هم نفس الشيء ونفس التنظيم ويشن الهجمات على تركيا وهذا واضح وأيضا أمريكا والدول الغربية يعتبرونه كتنظيم إرهابي لكن في نفس الوقت هم يدعمونه في أوروبا في سويد في أماكن أخرى بنشاط يعني جمع الأموال تعليم تغسيل العذهان إلى آخر في تركيا يعني تحاول أن تقنع وتحيل هذا المشكل بالهدوء بالديبلوماسية لأن بدون دعم الأمريكي والغربي بكي كي لا شيء يعني سطقوني هذا يعني مسبت أكثر من مرة لا يستطيع أن ينشط أي شيء داخل تركيا حتى هم مرفوضين تنظيم البيكي كي بواي دي إلى آخر مرفوضون داخل سوريا والعراق بدون دعم الأمريكي هم لا شيء إذن لو يحسب أمريكا دعمه من البيكي كي وأنصارهم هذا يحل مشكل مباشرة تركيا تحاول أن تقنعهم لكن في نفس الوقت تستمر العملية الجوية والاستخباراتية وأيضا تعرق نشاطهم ودعايتهم يعني أكثر من الأسع إذا تركيا تحارب وتأخذ تدابير لكن أسهل الحل هو إقناع الأمريكا لسحب الدعم منها لكن أيضا نرى في تفاهم ضمن يعني بين أمريكا وروسيا لدورها في سوريا والعراق وهذا طبعا تركيا ممكن تفاهمت الآن مع روسيا نحتاج طيب دكتور أحمد في نفس الولايات التحدة الأمريكية المقاربة التركية لقابول السويد وفنلندا في حلف النات نعم هذا موضوع مهم لكن ممكن أشير إلى تطبيع أو مفاوضات مع نظام الأسد أن أمريكا هو الذي سمح لنظام الأسد للبقاء في السلطة الشعب السوري تقريبا في وشكل إسقاط النظام الأسد أكثر من مرة لكن أمريكا سكتت وسمحت لوصول حزب الله ولم يعمل شيء والداعش وإيران حتى روسيا يعني دمروا سوريا وأمريكا لم تعمل شيء حتى قال يعني خطوا الأخمر إلى آخر وفي كل حال أمريكا يعني يقول شيء ويتعمل شيء آخر وبالنسبة لنظام الأسد هم في رأيه داعمون لنظام الأسد لما موضوع السويد أيضا هذا موضوع مهم لأن الآن حلف الناتو وفي رأسها أمريكا يعني قوال 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 يعني عندنا أربع قوال أزمة أمريكا أوروبا روسيا والصين وثلاثة منهم يعني يحاربون مع بعض وهذا شيء كبير والآن الحرب أيضا يتفاقم هم أيضا الدول قريبة منه دول بلطيك هم يخاف من روسيا أو يقلقون من روسيا وهم الآن يريدون انضمام إلى اتحاذ إلى الحلف الناتو وفي نفس الوقت يعني هم يدعمون التنظيم الإرهابي يضر التركيا كيف أنت حليف يعني حلف الناتو منطقه أنت تحالف وتؤمن مصالح الأعضاء وهذا حلف أمني أصلا وأنت تضر أمن القوم التركي بدعم البكيكي بأيضا تنظيمات أخرى يسارية ليس فقط بكيكي هم يدعمون ويسمحون ويسحل لهم جمع الأموال تغسيل الأذهان إلى آخر والدعاية وكل شيء وهذا وهم أيضا يريدون الآن إبرام تركيا لدخولهم يعني طبعا تركيا تشترد أن يغيروا سياستهم وتتخلى عن دعم هذا تنظيم الإرهابي وتمنع نشاطهم ملا